مع الإعلان عن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل برزت فبركات استهدفت الفلسطينيين والمعنيين بقضيتهم سكرينشات أو صورة لتغريدة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس سابقا خالد مشعل يقول فيها نشكر السيد أردوغان على التطبيع المثمر مع العدو الصهيوني لما سيصفر ذلك عن فتح قناة اتصال قوية للحركة مع العدو فك جزئيا للحصار عليها هذه التغريدة نشرتها حسابات كثيرة من بينها حساب شؤون تركيا الشهير المعروف في علم الفبركات والتزوير المفاجأة أن التغريدة ليست مزيفة لم يتم التلاعب بها كما يظن البعض ولكن هي مأخوذة من حساب مزيف يحمل اسمه خالد مشعل يتابعه السبعة عشر شخصة يبدو أنه حساب مخصص في نشر الفبركات على لسان مشعل وفي النهاية هذا التصريح الغريب لم يصدر عن خالد مشعل